فإذن في المعمودية استقر الروح على يسوع والكتاب واضح بقول ورجع بقوة الروح إلى الجليل أو كان يقاد بالروح إلى البرية إلى آخر ليجرب من إبليس ولكن إحنا كمؤمنين في يوم الخمسين انسكب الروح القدس وهذا الامتلاء لكل مؤمن يعني إذا بتوضح الفكرة خليه بس أخذ جزئين التانية عشان أوضح بعد كده الرب يسوع اقتيد الرب يسوع الروح القدس قاده قاده لفين يا حرام بدون يا حرام كانت مشيئة الله بالنسبة لنا احنا حق الحرام قاده فين احنا متوقع أنه لما الرب يقودك هيقودك يدخلك الجنة لكن الرب يسوع اقتيد بيرروح القدس ودخله على أنه يروح يسوم ويصلي وبعدين دخله فيه ده البرية وبعدين بعد البرية وقفوا في البرية اللي يجرب من إبليس وقفوا قدام إبليس عشان يجرب منه فإذا هو ده المهمة خاصة للعمل وده شيء رائع ما هواش حرام لأ دلوقتي لكن هو يبخت اللي يقود الروح القدس للي بيكون في مشيئة الله فإذا قيادة الروح القدس مش دايما بتكون حسب مشيئتنا وحسب توقعاتنا وده الغريب يعني منطقنا البشري دايما مغلوط وبتغير من وقت الوقت المنطق الله سليم فإذا قيادة الروح القدس بتخلينا نمشي حسب خطة الله المرسومة لحياتنا وتنجح الشيء الثالث الأساسي لكن بس الجدير بتذكر أنه المسيح انتصر على كل التجارب وانتصر على الشيطان كان بلا خطية وعشان انت قلت الكلام ده كان بيستخدم المكتوب المكتوب هو كلمة المكتوبة الموحبية من الروح القدس لكل رجال الله فده قوة جديدة وعلمنا رب يسوع ان احنا لما نتقل في حربنا مع ابليس نستخدم المكتوب عشان المكتوب يدينا انتصار الحاجة الثالثة الأساسية نزل رب يسوع من التجربة واخد قوة جديدة وبدأ يمشي في البدن والقرار الجديدة يكلم ويوعظ لغات ما دخل المجمع وفتح السفر وقال روح الرب علي لأنه مساح من يؤبشر المساكين بالضبط وقال الكلام ده الموجود في أشعية لغات ما نادي وسنة الرب المقبولة وقفل السفر فكان كل العمل عمل خلاص ونجاح ومعجزات وأمل وتغيير الإنسان في يسوع بالروح القدس كان بيعمل هذه الأمور لكن يسوع مش كل معجزاته بالروح القدس لديه معجزات سيادية عملها عشان يثبت أنه هو ابن الله مش هننقش الموضوع دلوقتي لكن احنا لنا الحقية لأن يسوع دينا الحقية والسلطان أن احنا لما نكون تحت قطر الروح القدس نعمل أعمال التي عملها وأحسن منها لأن احنا بنعملها حسب مشيئة الله لكن مش حسب مشيئة لأن الرب يسوع ما عملش ولا معجزة تشوقف عشان يصير نفسه كان بيعمل كل المعجزات لكي يمجد الآب ويعلم سلطان الآب ويعلم أنه قاتم عند الآب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة